وفي طليعة هذه الأنظمة الالتزام باستخراج تصريح الحج وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بيانها بخصوص ذلك وبينت أنه لا يجوز لمن لم يتمكن من استخراج هذا التصريح الذهاب إلى الحج وأن من فعل فهو آثم فهل يبدأ المسلم حجه بمعصية الله تعالى وأوضحنا كذلك في بيان الهيئة أن من لم يتمكن من استخراج التصريح فهو في حكم عدم المستطيع وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحمد لله الذي شرع لنا هذا الدين